بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني على قناتي على اليوتيوب ازايكم عاملين ايه? زي ما عاودتكم معايا ان انا انا اجيب لكم برامج جديدة وبرامج مونتاج واديت للصور وللفيديوهات. ان شاء الله جاب لكم النهاردة تربيقات كمان لتساعدكم ان انتم تحفظوا القرآن او تقروا او تستخدموا اسكار في رمضان لان زي ما انتم عارفين بكرة الجمعة اول يوم في شهر رمضان الكريم والمبارك عليكم وعلى الام الاسلامية جميعا بازن الله. اول تطبيق عندنا هنا اسمه ختمة وفيه تطبيق المصلي والاسكار والقرآن الكريم. هنتدري التطبيق الختمة. بعد ما فتحنا زي ما انتم شايفين التطبيق ده بيخليكم زي ما انتم بتحددوا طبعا آآ بيساعدكم ان انتم تقروا القرآن الكريم وتختموا في شهر رمضان مرة او اتنين او تلاتة زي ما انتم حابين. كل يوم بيجيب لكم اللي هتقروا اللي هو الجزء يعني على حسب كل واحد هيرأى في اليوم. جزء او اتنين او تلاتة على حسب ما هو عايز يختم القرآن في شهر رمضان. فانا لو هختموا مرة كل يوم بيجيب لكم جزء معين. فالجزء بتاع النهاردة مسلا هو كتب هنا من صورة الفتحة الاية الاولى لحد صورة البخرة الاية مية واحد واربعين. ده يعتبر جزء كامل في القرآن. وكل يوم بيجيب لكم الجزء بعد ما بتخلصه يعني خلاص ممكن هنا اتابع القراءة او اكتب له اتمامة القراءة. تاني يوم في رمضان بيجيب لكم وممكن تستخدموه في العام العادية مشرط في رمضان. تاني يوم بيجيب لكم الجزء التاني وهكزا وجزء التالت ورابع كل يوم على حسب. وطبعا زي ما قلت لكم اللي عايز يختمه اكتر من مرة ينفع. وفيه طبعا هنا اسكار هتلاقي اسكار الصباح واسكار المساء واسكار بعد الصلاة. لو شفنا مسلا اسكار الصباح زي ما انتم شايفين. الاسكار موجودة وكتب لكم هنا مرة واحدة بعدين بنخلص بندوس التالي بيجيب اللي بعده وهكزا. ده ثلاث مرات طبعا. بنرجع وفيه اسكار كتير الاسكار الصباح والمساء وادعية. وهنا للصور كلها. وفيه الاجزاء. وبعدين لو رحنا تحت عند المزيد. هنلاقي. صورة الكهف. وفيه صورة الملك وسورة البقرة. دي صنن قرآنية اللي حابب يقراها. وفيه منبه للورد اليومي. المنبه ده لو فتحناه نقدر نزبط الورد اليوم اللي احنا عايزين نقرأ ده نقرأ امتى بالزبط? احنا عايزين مسلا نقرأ الساعة اربعة بالليل الساعة خمسة الساعة ستة عايزين نقرأ صبح بنزبط المنبه من هنا زي ما انتم شايفين كده. في الاوقات اللي احنا عايزين البرنامج ينبهنا في الوقت ده ان احنا المفروض نقرأ القرآن اللي مطلوب مننا في اليوم بحيث ان احنا على اخر شهر رمضان نكون ختمناه سواء مرة او اكتر. تمام? وفيه كمان منبه اذكار الصباح تقدروا تفعلوه من هنا. منبه اذكار المساء. وطبعا الاوقات موجودة وانتم تقدروا تغيروها. يعني ده سبعة الصبح ده الساعة خمسة ونص بالليل. انتم تقدروا تغيروها في منبه سورة الملك. والوقت منبه سورة البقرة. والوقت. وهنا بيكتب لكم عدد الختمات اللي انتم ختمتوها. والبرنامج ده هيساعد لكم كتير في رمضان. البرنامج التاني اللي انا جايبه لكم اللي هو برنامج مصلي. بنفتح البرنامج. طبعا البرنامج ده بيحدد بتاعكم. وبيشوف انتم في انهي بلد عشان يقدر زي ما انتم شايفين. يجيب لكم يعني الوقت بتاع كل صلاة. وفاضل على الصلاة قد ايه? وعدة من الصلاة قد ايه? يعني الصلاة دلوقتي مسلا العشاء ازن من ست دقايق وعشرين سانية وبيبتدي يعد لحد الفجر. وفي عدة تنزولي وعدة صعودي بعد كده. وزي ما انتم شايفين تحت هنا. صلاة الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفيه الاسكار بعد الصلاة. البصلة. في حاجات كتير جدا طبعا. وهنا كتب لكم متبقي يوم واحد على شهر رمضان الكريم ان شاء الله. لانه بكرة بازن الله. وفيه تقدروا فيه المصحف وتقدروا برضو تعملوا ختام للمصحف عن طريقه. ازكار الاستيقاظ من النوم. وفي حاجات كتير تقدروا تستخدموها تاني. في السبحة. وفي الاسكار. ازكار الصباح. ازكار المساء. وفي البصلة. زي ما انتم شايفين. وفيه التقويم. فيه التقويم الهجري. وفيه التقويم الميلادي كمان. بس هي فكرة البرنامج ان هو بيوريكم اوقات الصلاة. وطبعا في قراءة قرآن وفيه كل شيء موجودة. ولكن هو بيختصب ان هو بيوريكم اوقات الصلاة. وفاضل على ازان مغرب قد ايه? فاضل على ازان فجر قد ايه? طيب. الازان ازم بقى له قد ايه زي ما انتم شايفين هو عمالي عد من تصعودي. من اللي عشرة ازنت خلاص. طبعا قرب الفجر بيبتدي عد ايه? عد تنزلي فاضل دقيقة فاضل دقيقتين وهكزا. كمان التطبيق ده لما بييجي ساعة الازان قبل الازان بخمس دقائق بيديكو زيتا بيه وساعة الازان بالزبط بيأزن بس عشان ينبهكو. التطبيق التالت تطبيق اسكار. والتطبيق ده في كل الاسكار فيها اسمالة الحسنية اسكار الصباح اسكار المساء اسكار الصلاة طبعا يعني كل 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 البرامج دي كلها بتهتم بشأن واحد وهو الصلاة ولكن كل واحد ليه مميزات ده عن الاسكار فقط. لكن اه تطبيق المصلي ده بيختص بالوقت وان هو يعرفكو اوقات الصلاة. تطبيق ختمة ده عشان اللي عايز يختم القرآن بيساعده ان هو ينبهه كل شوية. واخر تطبيق اللي هو القرآن الكريم. بنفتحه مع بعض. ده بيجيب لكم القرآن زي ما انتم شايفين كأنكم معاكم مصحف على الموبايل بيشتغل عادي وما فيوش اي مشكلة تقدروا تجيبوا الصفح تقدروا تجيبوا من هنا الصور اللي انتم عايزينها. يعني مسلا زي سورة البقرة. بيجيب لكم من الاول تقدروا تعملوا زوم. تقدروا ترجعوا تاني. وطبعا يعني فيه خاصية كويسة جدا. آآ بس دي يعني بتحتاج ان انتم تنزلوها لما يكون فيه انترنت وبعند تستخدموها عادي. لو جي ضغطت هنا مسلا على الاية رقم ستة. تقدروا تشغلوها وتقدروا تحفظوا الاية وبيجي لكم تفسير. يعني انا قادر احفظها وقدر اضغط هنا. هنا بيجي لكم التفسير تفسير الاية اللي مكتوبة بالزبط. تمام? وقدر اضغط كمان وشغل آآ صوت آآ شيخي رالي الكرآن زي صوت الشيخ الحسري. انا لا اقدر انا اقدر اختار آآ اصوات الشيوخ. زي ما سمعتوا تقدروا تيجوا هنا على اليمين وتختاروا اسماء الشيوخ اللي انتو تحبوا تسمعوها. طبعا فيه شيوخ كتير الحسري فيه عبدالصمد فيه الشيخ عبدالرحمن السديسي. اتناشر اتناشر صوت تقدروا تسمعوا بيها القرآن. طبعا ده لو فيه انترنت. لو ما فيش انترنت. انتو بتسجلوه وبتحفظوه وبعد كده لما ما يكونش فيه انترنت بتسمعوا عادي ما فيش اي مشكلة. ودي كانت تطبيقاتي لليوم عشان رمضان بازن الله. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. وتنزلوا التطبيقات دي وتستخدموها في رمضان. وان شاء الله رمضان كريم عليكم وعلينا. وشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة